في 2017 لو انت كنت معدي على طريق الساحل ورايح مطروح كنت تشوف قرى سياحية وصحراء عمرك ما كنت هتتخيل انه في الاربع سنين دول ممكن الصحراء اللي كانت اكبر حقل الالغام في العالم تبقى اجمل مدينة سياحية مش بس في مصر لا كمان في المنطقة كلها علامين الجديدة بقت عاصمة سياحية مبهرة وانحن هنا مش بنتكلم عن مدينة تبقى مصرية في شهرين او تلاتة لا دي مدينة هتشتغل طول السنة مدينة فيها تنمية فيها فرص عمل فيها حياة كاملة زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي بقى فيها مدينة كاملة تقدر ان انت تعيش فيها فصول السنة كلها الاثناشر شهر في السنة صحيحي بسانت يعني الموضوع مش بس يعني مجرد بقى زي ما قلت كده كانت مجرد قرى سياحية وصحراء لا النهاردة العالمين الجديدة بتعتبر من اجمل المدن السياحية اللي ممكن تشوفها في حياتك القصة ان المدينة دي اللي بقى فيها يعني اكبر ابراج سياحية في الساحل الشمالي وبقى فيها مرسل اليخوت بيستقبل كل اليخوت اللي جاية من البحر المتوسط وبيستضيف شخصيات مهمة جدا المدينة دي هتكون واجهة مميزة جدا للسائح المصري والسائح الاجنبي كمان المدينة دي تم تصميمها على اساس ان هي تكون مدينة مليونية انها هتكون مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع يعني الناس عايش فيها طبيعي هتلاقي فيها الخدمات طول السنة لان فيها مساكن فيها جامعات فيها مستشفيات ده طبعا غير ان فيها مقارة رئاسية ومقارات حكومية بتعامل فيها دلوقتي اجتماعات مجلس الوزراء شفنا استقبال الرئيس مبارح له رئيس دولة الامارات شيخ محمد بن زايد في اول زيارة له شفنا اجتماعات الحكومة اللي بيعقدها الدكتور مصطفى مدبولي دايما في مدينة العالمين الموضوع يا جماعة بنتكلم فعلا عن مدينة بتعتبر اساس او عاصمة اخرى وعاصمة ثانية بعد القاهرة في الساحل الشمال يعني اللي روح السنة دي للساحل الشمال يشوف حجم الانجاز وحجم المباني اللي بتتبني لان احنا بنتكلم عن مدينة كاملة مش قرية سياحية يعني مدينة مليونية زي ما انت قلت يا مصطفى فالمدينة دي هيكون فيها 14 حي سكني في كل المستويات مناطق تجارية خدمية على مساحة 5000 فدان ده غير ان فيه مناطق لوجستية ومناطق تانية صناعية ده غير ابراج العالمين الشهيرة اللي كلنا شفناها ومراكز المؤتمرات والفنادق اللي على اعلى مستوى رغم جمال الصور والفيديوهات يا جماعة اللي بنشوفها عن العالمين الجديدة لكن الطبيعة هناك شيء تاني خاص كلنا عارفين طبعا المياه الفيروزية الجميلة اللي بتتميز بيها مرسى مطروح كلنا حفظين نقاء هذه المياه لكن لما تخش بقى المدينة اول ما هتخشها هتلاقي ممشا سياحي الممشا ده طبعا ما كانش موجود بالوقت تقدر تتمشى فيه تقدر تتصور هناك تقدر تستمتع بالاجواء كلها ده غير ان فيه مناطق ترفيهية مليانة كافيهات فيها مناطق مفتوحة فيها مزيكة وفيها بندات وفيها فرق بتلعب فيها جو رائع لما تاخد جولة كمان في الحي اللاتيني او في حي المال والاعمال او في المنطقة التراثية هتشوف قد ايه حجم المجهول الكبير جدا اللي عملته الدولة المصرية خلال اربع سنين بس العالمين الجديدة محدش مصدق خالص ان هي بالجمال ده بدون مبلغة مدينة العالمين الجديدة هتنافس مدن عالمية كتير جدا في السياحة هتكون العاصمة الجديدة للسياحة في المنطقة هتكون ايضا العاصمة الثانية بعد القهارة كلنا بنشوف ربما الدول دايما بيبقى فيها عاصمة كبيرة وفيها عاصمة تانية بتستقبل فيها او بيكون فيها المقر التاني للدولة النهاردة العالمين الجديدة نقدر نطلق عليها هذا بعد العاصمة الادارية عندنا مدينة ذكية هنا فالعاصمة الادارية عندنا مدينة ذكية ايضا على السحر الشمالي ده حقيقة والزار السندي بالذات يا مصطفى شفنا احنا وانت على يمينك وعلى شمالك طول ما انت ماشي في الطريق غير التنمية اللي احنا شفناها على الطريق نفسه كمان شفنا انه على يمينك وعلى شمالك فيه مباني مختلفة قادرة ان هي تخدم يعني كل الناس اللي هيجوا يسكنوا في المدينة دي لانه زي ما انت واتكلمت قبل كده انه احنا عايزين او بناستهدف انه المدينة دي تستقبل في كل فصول السنة في كل شهور السنة الناس يكونوا عايشين فيها انا عايز اركز على الضوطة كمان اخيرة قصة سياحة الاخوت يا جماعة ربما ما كانتش ملحوظة في العالم النهاردة الدولة بتبني فاهم الاماكن هذه اللاجون او الموضوع اللي بستقبل هذه الاخوت من جميع انحاء العالم السياحة دي هتجذب سائح مميز جدا هتجيب ناس ما كانوش بيجوا غير في الاماكن اللي كانوا بيروحوا قبرص اللي كانوا بيروحوا اليونان لذلك لما تلاقي براجل عالمين فيها نوع من انواع الشراء من الاجانب ده جاي من هذه الفئة اللي مصر قدرت تستهدفها بوجود هذا الامر العالمين الجديدة فيها هذا الامر وما تستهونوش ابدا بهذا الامر ربما كتب عليه في عدد كبير من الصحف الاجنبية لكن ربما احنا هنا في مصر مش مقدرين حجم الانجاز اللي بيحصل اول اللي حصل يا فاسانتة في 4 سنة وهنشوفه في الفترة الجاية اكتر واكتر احنا عم تان بنحب دايما نبتدي يومنا بالاخبار الحلوة والصورة الحلوة اللي احنا شفناها من شوية دي موجودة على ارض مصرية بنفتخر بيها وان شاء الله هنشوف حجم انجاز وتنمية اكبر واكبر في الفترة اللي جاية بنصبح لحضراتكم وصباح الخير يا مصر